مرحبا اليوم رح نعمل سبانخ بعجين كتير طيبة العجينة محتاجين خمسة كاسة طحين واثنين كاسة ماء دافئ واثنين ملعقات خميرة كبيرة اثنين ملعقة سكر نصف ملعقة ملاح نصف كوب بلبن زبادي وثلاث تربع كوب الزيت بعد ما نجن العجنة بنحط زيت بالجاعة للجاط وبنترك العجينة ترتاح ربع ساعة وبعد هيك رح نحضر الحشوة هلا زيت ستون رح نحط عليه بصل أخضر بتقدر تبدل البصل الأخضر ببصل عادي ما في مشكلة مع رشة ملع وبعد ما يدبل البصل رح نحطه على جنب ونحط عليه كاسة ثماء ومعلقة فلفل أسود ونحطه على الحشوة التانية اللي هي السبانخ الأساسي السبانخهم اثنين كيلو مخسولين ومنظفين ورح نحط عليهم كاسة ليمون ونصف كاسة زيت زيتون نخلطهم مع بعض ونقطع العجينة قد ما بدنا لقرس يكون حجمه وبعدين رح نتركها كمان ربع ساعة ترتاح وبعد ربع ساعة رح ندهن الزيت الصينية زيت زيتون بتقدر ندهنوها زيت عادي ما في مشكلة بس بزيت الزيتون أطيق ورح أبلش رؤ العجينة ونحشيها بحشوتنا اللي حضرناها لحد ما تخلص الكمية كاملة رح نحطع وجه العجينة زيت زيتون ندهنها بزيت زيتون بعدين رح نرش عليها سمسم السمسم بصراحة اختياري زي ما بدكم بس هو كتير بعطي المعجنات كتير طعم طيب العجينة كتير طرية لأنها فيها لبن زبادي وطيبة كتير رح نحطها بالفرن بعد ما نجهزها على درجة حرارة 180 10 دقايق من تحت 10 دقايق من فوق وكمان بالعين يعني حسب فرنكم بس تصير ذهبية من تحت بتحولوها على النار من فوق طلعت كتير طيبة وشهية وهشة والأطيب من هيك طبعا نحطوا سماء وليمون أدما بدكم هذا اختياري أنا بصراحة بحبها كتير حامضة فبكاتر ليمون وسماء